أهرب موقع ترافل أف باث أحد أبرز المواقع السياحية العالمية عن توقعه بأن تحقق أعداد السياح الوافدة إلى مصر أرقاما قياسية مقارنة بالعام الماضي وأوضح الموقع السياحي أنه من المتوقع أن يزور مصر خلال العام الجاري ما يقرب من 15 مليون سائح مقارنة بـ 11 مليون و700 ألف سائح خلال العام الماضي 2022 هذا وأوضح الموقع أن مصر استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد عن 7 مليون سائح طفرة حقيقية يشهدها قطاع سياحة فيم وهو ما ظهر جليا من خلال الإشادات الدولية بالمقصد السياحي المصري والذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين بعد اتخاذ العديد من الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر إشادات دولية يحظى بها المقصد السياحي المصري والتي كان آخرها موقف ترافل أوف باس السياحي العالمي والذي أكد أن مصر من المتوقع أن يصل إليها خلال العام الجاري 15 مليون سائح ما يمثل رقما قياسيا مقارنة بأعداد السياحة الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي وأكد الموقع السياحي أن الأسعار المناسبة تعد واحدة من الأسباب التي تدفع السائحين لزيارة مصر فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا بتأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات للأجانب مما يسهل على السياح زيارتها أكثر من أي وقت مضى ترافل أوف باس أشاد كذلك بالتحول الرقمي مشيرا إلى تزايد استخدام بطاقات الاعتمان في مصر لدفع تكاليف الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية كما تستخدم وزارة السياحة والآثار المصرية الآن نظاما غير نقضي لإصدار التذاكر الموقع السياحي العالمي أشاد كذلك بحالة الاستقرار والأمن والأمان التي تعيشها مصر فضلا عن فتح خطوط طيران جديدة مما يسهم بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد الموقع السياحي أكد كذلك انتظار العالم افتتاح المتحف المصري الكبير حيث سيصبح أكبر مجمع متاحف أثرية في العالم والذي سيحتوي على أكثر من مائة ألف قطعة أثرية بما في ذلك مجموعة كنز الملك توت عن خأمون بأكملها اشتركوا في القناة